اثار رحيل نيلسون مندلا اول رئيس اسود لجنوب افريقيا وبطل النظام ضد الفصل العنصري موجة ردود فعل في انحاء العالم لتوجيه تحية الى هذه الشخصية الاستثنائية واجمع القادة السياسيون الذين سيشاركون قريبا في مراسم جنازة الرئيس السابق الذي رحل عن 95 عاما على التشديد على الصفات الانسانية للمناضل الذي امضى 27 عاما في سجون نظام الفصل العنصري الرئيس الامريكي باراك اوباما اول رئيس اسود ايضا للولايات المتحدة اعلن تنكيس الاعلام في البلاد وقال لقد خسرنا احد الرجال الاكثر تأثيرا والاكثر شجاعة واحد اطيب الاشخاص على هذه الارض وفي بروكسل قال رئيس المفوضية الاوروبية خسي مانويل باروزو انه يوم حزين ليس لافريقيا وحدها بل الاسرة الدولية باكملها نبكي وفاة واحدة من اعظم الشخصيات في عصرنا من جهته صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان نورا كبيرا خبه وفي باريس اشهد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند بمندلا معتابرا انه مقاوم استثنائي ومقاتل رائع واعلنت ايران انها تشارك الجنوب افريقيين حدادهم بعد رحيل مندلا اما في رامالله فانع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس جنوب افريقيا السابق الذي وصفه بانه فقيد شعوب العالم اجمع وفقيد فلسطين الكبير الذي وقف معها وكان اشجع واهم رجالات العالم الذين وقفوا مع الفلسطينيين شكرا شكرا